في جلسة حوارية خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض توقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن تكون الشهور الستة المقبلة والسنوات الستة المقبلة جيدة جداً لدول الخليج العربي بينما توقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط ظروفاً صعبة إني أقول أنهيف ي striفر أن يدعله ما ي VO Row ولكنكم أن يقول أنه snail كمهور العواج سنوات عين uber images في مقهور أو عين مهم أقول أن الشكل يوم الم FIRST الشئ سنوات عين سيكون مهمة ويجعلنا بسيطة جداً ويجعلنا أن يساعدنا بسيطة جداً أعتقد أننا يجب علينا أن نعمل لإنسان أن هناك أكثر محاولة ومتعبات لإمكانك التفايل ويجعلنا هذا ما نفعل نضمنا في الستوديو السيد أنجوس بليرا الرئيس التنفيذي لمعهد سيغنانت أهلا وسهلا فيك سيد أنجوس سيد أنجوس الخليج خلال السنوات المقبلة ما هي أهم العوامل التي تدعم الاقتصادات الخليجية في هذا الوقت وتساعد في تحقيقها نمون في الوقت الذي الاقتصاد العالمي يعاني في هذه الفترة أولاً كان هناك أمرين زعزعاء العالم أولاً واضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وثم الغزو الروسي لأوكرانيا مع كل المشاكل في الطاقة والغذاء وفيما تعلق بالخليج وكما تعرفون وكما تحدثتم الآن مع هذا الارتفاع على أسعار النفط هذا ما عزز الإيرادات للسعودية الكويت قطر والإمارات على وجه التحديد وهذا يعني أن هذه الرفع هي مهمة جداً فيما تعلق بالميزانية والفائض الحكومي وهذا يساعد على تطوير برامج البنية التحتية على الاستثمار في بلدانهم وفي المنطقة مع أيضاً هذا الإعلان من الصندوق الاستثماري السعودي حول العالم حتى إذن مع هذا الارتفاع في الأصول أيضاً السيادية للكويت إلى آخره بما أنك شرط إلى دور الصندوق السيادية أو الصندوق السيادية اليوم يعني دور الصندوق السيادية في دول الخليج بات محوري حقيقة صندوق السيادية السعودي هو ربما المحرك الرئيسي الآن إنشاء قطعات جديدة في المملكة كيف ترى هذا الدور للصندوق السيادية في المنطقة وقدرة على خلق قطاعات وتنشيط القطاعات الاقتصادية؟ بشكل تقليدي يجب لا ننسى أن سلطة الاستثمار في الكويت وفي أبوظبي هذا فتح الطريق للاستثمار العالمي وأيضاً المحلي والآن هذه المبادرة الجديدة من السعودية والمتسارعة في نموها ولكن فيما تعلق بالأصول هناك حاجة لتنويع الأصول إذن هذه الاتجاهات في الاستراتيجية الاستثمارية هي الاستثمار حول العالم ولكن هناك هذا التغير ومع هذا الإعلان حتى البارحة من صندوق الاستثمار السعودي للاستثمار بـ 25 مليار دولار هذه قيمة كبيرة حتى سيتم الاستثمار فيها في مصر وفي أيضاً الشركات المدرجة ولكن أيضاً الشركات الخاصة لأن الحكومة تود أن تعتمد على الخصخصة وأنا أتوقع الاستثمارات في مشاريع العقارات وإلى آخره ولكن هذا التغير في وجهة استثمار هذه الصندوق الإقليمية والآن الاتجاه نحو مصر مثلاً التي تعاني طيب، لو تحدثنا عن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادات الخليجية برأيك أنت ما هي النقاط التي يجب على الدول الخليجية ربما العمل عليها لأجل دعم الاقتصادات تعزيز حتى النمو أكثر أولاً هناك هذه المسألة على المدى القريب والتوقعات للسنة المقبلة بالحرب ضد التضخم الآن نتحدث عن هذه النسبة العالية التي لا مفر منها يجب التطرق لهذه النسبة العالية من التضخم التي تؤثر على الأسعار وكان هناك اضطرابات أخرى أيضاً رأينا ذلك مع أسعار العقارات وإيجار العقارات هنا في دبي إذن الآن هناك حاجة إلى البذل الإضافي لهذه الجهود الاستثمارية في رأس المال هذا أمر قام به السعودية والإمارات لفترة طويلة من أجل خلق هذه البيئة للاستعداد للخدمات الفضلة الخدمات المالية التكنولوجية المتقدمة وأيضاً الشركات الناشئة وهذه الفكرة بالتأشيرة الذهبية من أجل استقطاب الأشخاص من ذوي المهارات إلى المنطقة من أجل أيضاً تطوير المواهب البشرية الأمن الغذائي أيضاً سيكون مسألة تكتسب أهمية متعظمة ويجب الانتباه إلى ذلك الآن مع هذا التوقع أيضاً لزيادة الحرارة وهذا يجعل نفكر بالأمن الغذائي في المستقبل أولاً يجب ضمان استقرار رؤية المنطقة وأيضاً الحالة الجيوسياسية المتغيرة في الحالة ومع بداية استقرار ذلك سنرى هذا التغير أيضاً مع العلاقة في الولايات المتحدة ولكن في نهاية المطرف سيكون هناك استفادة وبعد مرور هذه الفترة ومع هذه العلاقات الجديدة ستؤدي إلى تعاون جديد ومع تخطي أيضاً كل مشاكل التضخم والأسعار المرتفعة وهذه الاضطرابات العالمية لأن هناك عدم توازن عالمي في مسائل عدة ومجالات عدة ومن المهم أن تنظر هذه المنطقة إلى هذه المسائل من أجل التوقع والتنبؤ بشكل أو بآخر الآن مع حسن القيادة وهذه الرؤية الرشيدة على المدى الطويل للإقتصاد طيب لو تحدثنا بالنسبة للمستثمرين ما هي الفرص ربما التي تكون واعدة في الاستثمار هنا في المنطقة وأيضاً يعني لو تحدثنا عن الاستثمارات الخارجية المتدفقة للمنطقة توقعتك لكيف سيكون شكل هذه الاستثمارات المسألة المهمة تعتمد على أمرين وأنا كنت أعمل في هذه الاستثمارات الخارجية ولكن أولاً ما هي القطاعات ولكن بالتفكير أيضاً بالبيئة للاقتصاد الكلي وهذا المستوى المتدني من المخاطر وثم ماذا نشتري ثم نتحدث عن السيولة إذن يجب الانتباه إلى مسألة السيولة هل هناك هذه القيمة اليومية الجيدة من أجل التسمار في سوق الأسوم في السعودية كان هناك هذا الارتفاع الملحوظ في الاستثمارات الخارجية وأنا أطلقت هذه الألية الأولى لاستثمار في السعودية منذ 25 سنة ومنذ ذلك الحين التغييرات كانت كبيرة جداً وهذه الشركات الآن التي باتت تتمتع بالسيولة هناك حاجة إلى السيولة من أجل الاستثمار وإن السوق المتوسطية مثلاً المغرب مصر تخلفت عن الركب لماذا؟ بسبب السيولة الناقصة إذن الآن التركيز سيكون في هذه السنوات المقبلة على الخليج الإمارات والسعودية على وجه التحديد وفي حال استطاعت مصر من إحلال الاستقرار الاقتصادي ومع عمل البنك المركزي وأيضاً الخصخص والانتباه إلى العملة سيكون هناك تعافي أشكرك سيد أنجلس بلير الرئيس التنفيذي لمعهد سيجنتش شكراً جزيلاً لك اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع سبا معي أنا سبا عودي